انا عندي اكتر من اسلوب التحفيز عندي اسلوب التشجيع تحفيز خلاف التشجيع وهقول لكم الفرق ان شاء الله عندي كمان اسلوب اللي هو المكافئات المعنوية مش بس المادية احنا زي ما احنا عارفين اي حد بينجز اي حاجة من الاولاد احنا عندنا صندوق بيتعلق كده علقوه في اي حاجة عندوكو في البيت تقلعوه من نزل من الباب نزلوه من من ضرفة نزلوه من جنش موجود حطوه فوق التلاج اي حاجة صندوق جميل ومتزين وعليه بلالين وحاجات تحفة من البنات واللي امهات بيعملوها وجواه جواه الطمر بالعجوة جواه الشوكولاتات جواه التوك للبنات جواه العربيات السيارات للاولاد جواه الاقلام الاسلوب كل اللي مش شربات ممكن توك يعني حطوه في كل حاجة اي حد بيعمل اي حاجة بيمدي ايده كبشة لا هي واحدة بس ام تاخد كبشة كده اعمل قسم السندوق ادي الحاجات اللي هي بتاعت اليوم والليلة ودي الحاجات بتاعت انجاز الاسبوع معيار الانجاز لعبة اه حاجة غالية شوية بحيث ان هم ياخدوا في طبقة حاجة كبيرة ففرحانين بيقول له متغلف بسلوفان الكلام ده 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 التحفيز لكن ان انا اقول ان انا عندي اساليب طب انا عاليزه معاقل يعني انا قلت مرة و 2 و 3 ما انا عايز اقول لك او انت بتقوله مرة يا دي الام معلش اسمعين يا بنت يا دي الاب وكل الاب بيسمعك انت بتقول مرة و 2 لان المستهدف ان ابنك يفهم وان ابنك يلتزم السلوك وان ابنك يصحح السلوك اللي عندو يبقى عندو تعديل او غرس سلوك جديد ده المستهدف مش المستهدف ان انا اضرابه هو ده الحل الوحيد اللي موجوده ده غلط طيب ايه البديل ايه البديل اسحب امتيازات اسحب امتيازات ده انت لو دفنت الروتر دلوقتي انا عايز اقولوك الروتر دلوقتي اشد من متى يا شبش بتقير ايه في l طب الصغيرين لا الصغيرين خلاص احنا بنوعد كده بنوع نفسينا نفكر في الغلط لهو قبل سنة خمس سنين يعني الناس الصغيرة ده بنوعد مع بعض نفكر في الغلط ايه ونبتدي نناشو نضغلط والصح بتاعه كان كذا بس احنا هنوعد دلوقتي اكتر من عشر دقايق مش بنتكلم علشان ما تزودوش عن عشر دقايق سمعوا كلامي عشر دقايق احنا كده سكتين يا بنستغفر يا بنراجع الامر ونقول لي مش هنعمل كده تاني في سكتين لا ده النوتي كورنر بتاعه ما تحطوش في النوتي كورنر عشان ما احنا مش نقصيني عزلة مش نقصيني توحد ومش نقصيني اكتئاب احنا عايزين تعامل بس يبقى قاعد مع نفسه ان شاء الله ولو هتعدي مع تلاتين سنة هيعرف الغلط وهو كزا وده من الصح طيب اعمل ايه في السن ده انت كالمفروض اللاعب هتيجي لحد الساعة ما تيجي وربع على حد خمسة شهر العقرب يجي على العلامة دي فاحنا هننقص شوية لحد العلامة دي طب يا لأ كان المفروض هنروح لتيتا فاحنا مش هنروح لتيتا الازواج هنفيه طالما نبك انا عايز اقول ان قبل خمس سنين ما بتبقاش العقوبات العالية لان هو اصلا لسه مش واعي الكلام ده فبفضل اقرر 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 طب بعد س شبعة مميز اه اسحب امتيازات بدل النص ساعة ولا ساعة لربع اللعب مع اصحابي او كزا لأ ده بس هتبقى تعالشين دية يعني نقص بس مش مش افور قوي في العقوب يعني هو محروم المصروف لمدة شهر لا يعني الاعقاب اللي انت حطيته وسحب الامتياز اللي انت حط مش مناسب للخطأ اللي حصل لا مش كده اه لا يعني كأني بعقب بقى كأني بنطقم لا غلط وتاني حاجة قبل ما امسحب امتيازات انا بصحح الغلط كان كزا لازم الطفل يعرف لازم طفل يعرف القلط كان كزا السلوك والصحب كزا اللي احنا نبهنا عليه مرة واثنين وثلاثة ومعملش سحب امتيازات ولا اعمل اساليب عقاب بالسحب او التنقيس او الكلام ده الا اذا بعد مرة واثنين وثلاثة وضحت الفكرة بعدها ببتدي بقى ان انا اخد واسحب منهم امتيازات